شدد رئيس إقليم كردستان نيجيربان برزاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضلورة تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة وثمن الرئيس الإيراني موقف حكومة السودان وإقليم كردستان في تنفيذ بلود اتفاقية أمنية بين البلدين على أن يتم من خلالها نزع السلاح الكامل وغياب المعارضين للنظام في إيران أكد رئيس عدم وجود أي عائق أمام إيران لتوسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية مع إقليم كردستان مبين أن الحدود الطويلة بين الجانبين فرصة ثمينة لتحسين مستوى العلاقات لكن الأمن هو الأساس لأي نوع من التعاون وتوسيع التفاعلات أضف أن بلاده لديها التصميم لتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة مع العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص بدورية أكد بارزاني التزام أغليم كردستان بتنفيذ كامل الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر